السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بالجميع الى هذه الفقرة مع كتاب يليغي كومبخندر طبعا نستأنف مع ما رأينا فيما سابق فيما يخص هذا العنوان الذي رأينا جي سامبلي نصيباسي الفيفخوة ايضا طبعا سنستكمل بعض الكلمات وبعض العبارات المتعلقة بالنص الذي رأينا فيما سابق ثم نستكمل مع الحلول إذن كما تلاحظو عندنا اولا لفكابولار إذن عندنا الكلمات مثل كلمة لسازن إذن نتكلم عن الفصول إذن نقول مثلا كنات تي لنوان دي 4 سازن دو لاني كنات تي لنوان دي 4 سازن دو لاني هل أنت تي رف أو هل أنت تي رفين كنات تي لنوان دي 4 سازن إذن هل أنت تي رف اسم؟ اسمدا؟ دي 4 سازن دو لاني اسم الفصول أرباء لسانة لاني 4 سازن دو لاني إذن نتكلم عن اسم الفصول أرباء لسانة لذلك أمراهنا في المساعدة الأنهام سأرنا في الإوضاع في الراهن يبدو أننا نكون في السيدة في الإوضاع بعد ذلك ما يكون ذلك؟ ثم 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 في السيدة نكون في سيدة في السيدة في السيدة فصل الصيف ينفعنا لطن ثم في النهاية يكون عندنا فصل الخريف. اذا سوصون لكاتر سيزان دولاني. ابحيونا ديفيتمون لاجي. ديفيتمون لاجي. اذا عندنا ملابس خفيفة. لاجي يعني خفيفة. طبعا نذكر فيما سابق بان في المؤنث نقول لاجيخ. نتكلم عن شيء مؤنث نقول عنها خفيفة. نقول لاجيخ. اذا ديفيتمون لاجي. اذا نتكلم عن ملابس خفيفة. مثلا عندنا هنا. في فصل الصيف. يعني اننا نضع المقصود اننا نلبس. هنا نضع ماذا? ديفيتمون لاجي. ديفيتمون لاجي. اذا نضع ملابس خفيفة. على عكس هذا. على عكس هذا في فصل الشتاء. يعني اننا نضع. طبعا كما ذكرنا اذا نوفر متر. دو غرويتمون. اننا نضع ملابس دخمة. كما ذكرنا فيما سابق. اذا المقصود. اننا نضع ملابس. على دق. اماي دو غرويتمون. انسويت هنا. ريفليشي بي. فكر جيدا. فكر جيدا. اذا المقصود هنا. في بي اتنسيون. في بي اتنسيون. افعل بشكل جيد انتبه. المقصود انتبه جيدا. اشخش. ثم ابحث. دون تاتات. دون تاتات. ثم ابحث فراء سيكا. المقصود فكر بمن اخر. سكون تضمونت. سكون تضمونت. الذي طلبه منك. اذا طبعا هم طلبوا منك شيئا ما. اذا عليك ان تبحث عنه في رأسيك. المقصود في عقلك. انسح التعبير. تبحث عن هذا الشيء في رأسيك. المقصود انك تبحث عنه في عقلك. ولكن ان فزون بي اتنسيون. يعني انك تقوم بشكل جيد بالانتباه. يعني انك تنتبه بشكل جيد. منتبها بشكل جيد. ثم تقول هذا الشيء. طبعا كما ذكرنا. سالفاغب. هذا الفعل. فكرة. طبعا نستعمل هذا الفعل. للدلالة عن التفكير في الحلول. عفليشي بيان. في بيان اتنسيون. في بيان اتنسيون. اشارش دون تاتات. اشارش دون تاتات. تاتات. تم ابحث فراء سيكا. المقصود مستعملا عقلك. سكن تضمنت. الذي يطلب منك. كما نقول هنا. الذي الذي نطلب منك. الذي نطلب منك. المقصود الذي يطلب منك. نطلب منك. نطلب منك. كما نطلب منك. انت تجيب. طبعا هنا عندنا الواب ريباند. تجيب انت تجيب. اذا انت تعطي جوابا. طبعا كلمة ريبانس كلمة مؤنطة. ما شبح الفلوغة العربية عندنا جواب. يعني كلمة مذكرة كما نلاحظ. هنا عندنا كلمة مؤنطة. ريبانس. كنتون تبوز. كنتون تبوز. عندما نطرع عليك سؤالا. طبعا سؤال ايضا كلمة مؤنطة. تجيب انت تجيب. او انت تجيبين. تجيب انت تعطي جوابا. ثم عندنا الحل. 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 انه الجواب الذي يتوجب ايجاده. عنا عندنا طبعا. الذي يتوجب ايجاد. الذي يتوجب ايجاد. كمنا نقول. الذي يتوجب ايجاده. اذا نتكلم عن. الحل. هو واحد الجواب التي توجب انه يتوجب ايجاده انا عدنا ايجاد اذا فعل وجده اذا 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 انه الجواب الذي يتوجب انا عدنا طبعا انا عدنا اذا فعل كما قلت ايجاد الذي يتوجب ايجاد الذي يتوجب ايجاد مقصود الذي يتوجب ايجاده ثم نذهب الورتغراف طبعا على بعض الكلمات التي تنتيب طبعا هذا في العديد من الكلمات عندنا بعض الأمثلة انها تنتق مثلا انها تنتق مثلا او اكسن ايجي تنتق اي مثلا الجزار مثلا البولانجي اذا نتكلم عن الخباز او الخبز يسمى البولانجي طبعا المخبازان يسمى البولانجي المجزارات يسمى البوشري ثم عندنا الورتغراف يسمى الورتغراف يسمى الورتغراف يسمى الورتغراف كما تلاحظوا عندنا هذه الكلمات تنتيب او ار تنتق اي الورتغراف ثم عندنا لديجوني اذا نتكلم عن وجبة الغداء تسمى طبعا نتكلم احيانا عن لبوتيديجوني اذا نتكلم عن الفطور لبوتيديجوني احيانا نتكلم عن لديني ووجبة العشاء طبعا هذا او ار ممكن انها تأتي لدي في الافعال الي تتكون منتمية للمجموعة الاولى تتكون عند الافعال دين المجموعة الاولى الافعال المجموعة الاولى تبعا وهي كثيرة طبعا تنتعم التى a e questa fthere هذة a e è حدامelijk اي ن remaining طبعا هنا �دنا نايلا تنتمي المجموعة التالتة م ici أصبح انا اعرف اسبح طبعا الفعل هذا ما غدش يتصرف عليش لحقه الجا مباشرة بعد فعل اخر طبعا مدام انه تنتمي المجموعة الاولى اذا طبعا هنخلوله هاد او اخ هاد او اخ التي تأتي في اخر الفعل تنطق اي جو سيناجي انا اعرف اسبح نفس الشي اونه جوبي 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 انا سالعب طبعا كما تلاحظوها عندنا لوفاب علي جوبي كما نقول انا اذهب ولكن هاد لوفاب علي كما تنعرفو انه تيجي كشي بمساعد ان صح التعبير او نصف مساعد باش تنصرفو به فعل اخر عند الحديث عن لوفيتيخ بخوش طبعا لوفيتيخ بخوش المستقبل القريب اللي غد يحدث بعد لحظات مثلا تنتكلمه لو احد الحادث او واحد الفعل غير حدث بعد لحظات اذا طبعا للدلال على الامر باش يقول عندنا هاد المعنى تنستعملو الوفاب علي ثم تندكرو الفعل المراد تصرفو الفعل المراد تصرفو لا يصرف طبعا ينتب او اغ لماذا دلي انه يأتي مباشرة بعد الفعل الاخر تماما مثل هاد المثال اذا جوفي جوي جوفي جوي انا سالعب جوفي جوي انا سالعب ثم عندنا البلوغيال دول اغتيكل او استنى اغتيكل اذا نتكلم عنه ادات من الادوات مثل ل مثل لا هاد او هي الجمعة ديال اغتيكل 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 ا إذن سنقول جوفي ألو مارشي إذن طبعا هذيك ألو مكينش في اللغة الفرنسية إذن نعوضها بهذا أو نعوضها بهذا أو نقول جوفي أمارشي أنا سأذهب إلى السوق إذن عندنا بضعة أمتلة هنا مثلا نقول مثلا الحملة كانت موجهة طبعا لكومبان ممكن أنها تعني البادية ولكن في معاني أخرى مثل التي عندنا هنا أنها تعني الحملة الحملة الانتخابية نقول عنها لكومبان إلكترال إذن نتكلم عن الحملة الانتخابية أما إذا تكلمنا عن بالمعنى البادية نقول مثلا جوفي ألا كومبان هذه المقصود بأن أذهب إلى البادية إذن هنا عندنا بالمعنى الحملة لكومبان إطي الحملة كانت destinée موجهة بعد مرة تتكلمو على destination تدخل وجهة القطار فعل destine كما نقول فعل وجهة la compagnie est destinée الحملة كانت موجهة au grand public كما نقول إلى جمهور كبير المقصود بها هنا إلى عامة الناس la compagnie est destinée au grand public نتكلم عن كلمة في المفرد نقول هذا الارتكل ستكون في المفرد ثم لدينا دو نمبروز اتود رسنت دو نمبروز اتود رسنت اناليس لز اوستاكل كنكري او كوميرس نشنال دو نمبروز اتود رسنت نتكلم عن دراسات عديدة نتكلم عن دراسات عدة عدة دراسات رسنت حديثة اناليس انها تحلل تحلل ماذا طبعا هنا عدنا الورب اناليسي ماذا تحلل لز اوستاكل تحلل العقبات طبعا لز اوستاكل مقصود بالعقبات او الحواجز الى غير ذلك كنكري كم نقول الحقيقية الملموسة انسح التبير او كوميرس ناشونال التي تعترض التجارة الوطنية للتجارة الوطنية كم نقول هنا لز اوستاكل كونكري او كوميرس ناشونال كم نقول هنا تقريبا اذا طبعا نستعمل هاد او طبعا كلمة كوميرس كلمة مذكرة مفردة سنستعمل هاد كلمة في المفرد اذا دونان برزيت تدريسون اناليز لز اوستاكل كونكري او كوميرس ناشونال اذا عدد دراسات حديثة انها تحلل تحلل لز اوستاكل كونكري تحلل العقبات الحقيقية انسح التبير او كوميرس ناشونال للتجارة الوطنية اذا كما تلاحظوا باننا نستعمل هاد او نستعمل هاد الادات في الجمع طبعا سنستعمل او بذل الشكل A U X كما تلاحظوا او القسمة عندما نريد ان نضعمت المشروع على الورق اذا نستعمل سلمة اذا نتحدث عن الاشيال ولكن هنا طبعا نتحدث عن اغاند اشيال كما نقول على مستوى واسع لتيد اغاند اشيال اذا نتحدث عن دراسة على مستوى واسع لا بلوغيسونت الاكتر حادات نتحدث عن دراسة احدث ما يكون لا بلوغيسونت لا بلوغيسونت اذا نتحدث عن الأحدث بغفية أنها تتوصل بغفية أنها توصلت الدراسة توصلت إلى ماذا؟ أمام كونكليزيو أنها توصلت إلى نفس الخواتم إن صح التبير إلى نفس النتائج إذن نتكلمون عن نتائج ولا نتكلم عن نتيجة واحدة إذن طبعا نستعمل هاد أو بذلك الشكل إذن نستعمل هاد الأغتيكل أو طبعا في الجمع ثم مثلا بنفس الطريقة مع المثال الموالي لغيسك سانيطار ليه أضغوك إذن المخاطر الصحية لغيسك سانيطار إذن المخاطر الصحية ليه المرتبطة أضغوك المرتبطة بالمخدرات هنا ما عدناش نبي أنها مرتبطة بمخدر واحد لو كانت دل حالة عدنا طبعا سنعدي فد إكس ونستعمل أو بدون إكس ولكن هنا أدتها بالكلمة دروق في الجمع إذن المخدرات طبعا هنا سنستعمل هاد الأغتيكل أو أي إكس أغمونت بارتو أغمونت أنها تتصاعد كم تنشوفو عندنا لغاية أغمونتي مسرّث في الجمع إيه الأغمونت هم يتصاعدون كما نقول إذن هاد المخاطر الصحية المرتبطة بالمخدرات أغمونت أنها تتصاعد أغمونت بارتو في كل مكان تتعود على كل الضمائر إن صح التعبير ممكن أنها تعود على كل الضمائر نحششة أننا نشتري هنا لدينا الورب أشتري في الإشترا نحششت الأ بيونت أننا نشتري اللحم شابه عند الجزار إلوبان والخبز المقصود نحشت لوبان وأننا نشتري الخبز شابه عند الخباس كما تلاحظو بعض الكلمات تتضمن هاد أغ التي تنطق أي مثلا مثل كلمات بوشي مثل كلمة البولانجي أو مثلا كما عندنا هنا فارمي يعني أغلاقة إذن للفعال الباقية كما هو الانفينيتيف طبعا ينتمي للمجموعة الأولى ستنفرب دي برومي غروب فارمي إذن هو جاء مباشرة بعد فعال إذن طبعا هو لا نصرف فارمي إذهب لتغلق إذهب لتغلق لابورت الباب إذهب لتغلق الباب ستنفرب الباب فارمي لتغلق الباب ثم عندنا بعد العشاء كلمة ديني أنا تنتهب أغر تنتق إ بعد العشاء جووي مكوشي أنا سأذهب أنام جووي مكوشي عندنا لعضب سكوشي عندنا لعضب سكوشي عندنا فعل نام جووي مكوشي أنا سأنام ثم عندنا جو نسيبا جووي أوبي جو نسيبا جووي أوبي أنا لا أعرف ألعب بالكلل جو نسيبا جووي أوبي أنا لا أعرف ألعب بالكلل أوبي طبعا عندنا كلمة جووي إذن غير يبقى الفعل الإنفينيتيف لأنه لعضب جووي جاء مباشرة بعد لعضب صفوغ جاء مباشرة بعد لعضب صفوغ كان ممكن نقول جو سي جووي جو سي جووي أنا أعرف ألعب أوبي أنا أعرف ألعب بالكلل طبعا أضفنا لها هذا لا يمنع من تتابعة الفعل للفعل الآخر بشكل مباشر إذن جو نسيبا جووي أنا لا أعرف ألعب أوبي طبعا كلمة كمتن شوفوا هذا الأرتيكل أخذت إكس لماذا؟ لأن الكلمة اللي جاءت من بعد منا أو بلوريال أنا في الجمع بعدها عندنا لكون جيجيزون إذن لفرب أفوغ الأمبراتيف لفرب أفوغ الأمبراتيف إذن عندنا لفرب أفوغ الأمبراتيف إذن عندنا فعل طبعا أفوغ مليتي نتكلم على لفرب أفوغ أنا مليتي نتكلمش على لكسيليغ أفوغ مليتي يجي لفرب أفوغ كمساعد في الحالة نتكلم على لكسيليغ أفوغ تكون بعد منه فعل آخر هو المراد تصريفه ولكن مليتي نتكلم على لفرب أفوغ مليتي يكون هو بحده يعني هو المقصود بالصرف إذن متى اللي أخذينا لفورم أفرماتيف كما نقول هنا الشكل ديال الإتبات إن صحي التعبير مافيش النفي تنتكلموش عن النفي كما نقول الشكل ديال الإتبات يعني مافيش النفي نقول مثلا أي إذن طبعا نصرف ديالو مع لدوزيان پرسون دي سنجلي ثم لبرمير پرسون دي بلوغيال ثم لدوزيان پرسون دي بلوغيال إذن طبعا لدوزيان پرسون دي سنجلي نتكلم عن الضمائر الثاني للمفرد طبعا هو فيه ثلاثة ديال الضمائر الضمائر الثاني بالمقارنة طبعا مع الأزمين الأخرى طبعا الإنسان نمكن له مثلا يوجه الأمر نفسه إذن هذه الحالة غن نحذفها غن تبقى الحالة الأخرى أنك توجه الأمر لشخص أمامك إذن تكلم عن لدوزيان پرسون دي سنجلي إذن تقول لشخص مثلا أمامك أي يعني فليكون عندك طبعا كما تنعرف بأن أفواق اللي تجي بعد منه اسم تيفيد الملكية تيفيد الملكية نقول مسلا جاديي كوراج أنا عندي من الشجعة جاديي كوراج أنا عندي من الشجعة مقصود أني أملك من الشجعة إذن كما تنشو بأن اللي تفيد الملكية من اللي تجي بعد منه اسم طبعا في الأمر شنو هنقوله لشي شخص أمامنا هنقول إذن كوراج فلتكون عندك من الشجعة خاصة تكون عندك الشجعة أي دي كوراج أو نقول مثلا أيون دي كوراج فلتكون عندنا الشجاعة طبعا في الحالة العادية في الصرف العادي مثلا في الوبخيزة نقول مثلا نوزابون دي كوراج نحن عندنا من الشجاعة نحن نملك من الشجاعة ولكن هنا شنو عندنا عندنا أمر أيون دي كوراج فلتكون عندنا الشجاعة نحن خاصة تكون عندنا الشجاعة خاصة ننملك الشجاعة إذن أيون دي كوراج ثم عندما نخاطب أشخاصا أمامي أقول لهم فلتكون عندكم الشجاعة فلتكون عندكم من الشجاعة كما نقول في الحالة ديال النفي طبعا نضيف هد فلا يكون عندك خوف طبعا نفس الصرف تتكلم عن الأمر تقول لشخص مثلا لا يجب أن يكون عندك خوف أو نقول مثلا فلا يكون عندنا خوف إذن ما خاصش يكون عندنا الخوف المقصودنا كما نقول بشكل ما خاصش نملك الخوف حيث نقول يجب ألي تملكنا الخوف ولكن هنات وقال لا يجب علينا أن نملك الخوف ثم عندنا فلا يكون عندكم خوف فلا يكون عندكم خوف او فلا يكون عندكم خوف اذا طبعا اكتفى ب هذا القدر كما تلاحظوه هذه بداية الصفحة الموالية اللي تكلمنا عليها طبعا نهاية الصفحة التي كنا فيها سيكون تنف ثم بعدها عندنا الصفحة الموالية اذا بعدها سنرى الأجوبة المتعلقة بذن الناس إلى ذلكم الحين حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله